موسيقى النساء في مؤتمر المناخ كوب 28 للتغيرات المناخية أي تعلاقة بين المرأة والتغيرات المناخية الذي يعد من أبرز التحديات الراهنة وأفهم ما ينتظرنا؟ هو تحدي لنا جميعا مرحبا لقد سجلت مشاركة المرأة في المفاوضات وعملية صنع القرار المتعلق بالعمل المناخ في مؤتمر الأطراف كوب 28 أمرا أساسيا لإصدار سياسات عادلة تعكس احتياجات المجتمعات حول العالم وتستجيب لمتطلباتها وتم توجيه هذا الدعم من خلال صندوق الوفود النسائية لتعزيز مهارات النساء الخاصة بقيادة وديبلوماسية العمل المناخي اليوم مشاهدين سنرفع التحدي بخصوص المرأة المغربية فما هي الطرق الممكنة للتخفيف من آثار هذه التغيرات على النساء بالمغرب؟ وهل من برامج تهتم بهذا الموضوع؟ بالذات وما هي التحديات المطروحة أمام الجهات المسؤولة والمختصة؟ للنقاش يسعدوني أن نرحب مع نبي الدكتورة رجاء شفيل مديرة مركز الكفاءات في مجال تغير المناخ صباح النور سيدتي أمع الحير شكرا لها استضافة مرحبا كما يسعدوني أن نرحب هنا مع نبي البلاتو بالأستاذة لباب الخراز خبيرة في الحوكم المناخية وعضوة المجتمع المدني المغربي للبرلمان المنفتح صباح النور سيدتي صباح النور شكرا على استضافة مرحبا نورتيني إذن مشاهدين سنشاهد هذا التقرير من توقيع صفية هداني في الموضوع تتبين تأثيرات التغيرات المناخية بين الجنسين ووفقا لتقارير عدة تتأثر النساء والفتيات وخاصة المنتميات للفئات المهمشة والأفقر بمظاهر تغير المناخ بشكل أكبر مقارنة بفئات كثيرة من الرجال لأسباب عدة منها أسلوب تنشئة كل من الذكور والإنات في كثير من المجتمعات ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة عام 2018 فإن ثمانين في المائة من النازحين بسبب التغير المناخي كن نساء وتؤثر التغيرات المناخية أيضا على فرص تعليم الفتيات حيث تؤثر التغيرات المناخية على تعليم الفتيات تحديدا فالفتيات في الأسرة التي تمر بأوضاع صعبة أكثر عرضة لهجر المدارس والزواج أثناء الأزمات المناخية من أجل مساعدة أسرهن وغالبا ما تلقى مسؤولية جلب المياه على الفتيات والنساء ونتيجة لذلك تزداد احتمالية سحب الفتيات من مدارسهن في أوقات الجفاف ويتسبب تغير المناخ في إغلاق المدارس وتشريد الطلاب وهذا يؤثر أكثر على الفتيات وفي المناطق الريفية بالمغرب تهدد ظروف المناخية السيئة وصول المرأة إلى الخدمات الصحية لا سيما في المناطق المعرضة للفيضانات مع تداعيات سلبية على صحتها النفسية بشكل عام إذن سأبدأ معك أستاذة رجاء شفيل بحكم مشاركتك في الفعالة خلال المؤتمر في دبي ما هي أهم خلاصات كوب 28 التي قد تخدم قضية إصافة النساء المتضررات من التغيرات المناخية نعم لو رجعنا إلى ربورتاج نرى بأن النساء هن الأكثر عرضة للأطار الوخيمة لتغيرات المناخية وما يمكن أن نقول هو أن كل قرار يتخذ في هذه المؤتمرات الدولية الخاصة بالحد من تغير المناخ كل قرار يتخذ في الاتجاه الصحيح هو يخدم أولاً مصالح النساء الآن في كوب 28 يعني استمر المجتمع الدولي في دراسة مشروع قرار خاص بالأخذ بعيد الاعتبار لإشكالية تضرر النساء من تغيرات المناخية وما يمكن عمله خلال المؤتمر 28 كوب 28 كما في المؤتمرات السابقة كانت النساء حاضرات بقوة للمطالبة أولاً بأخذ هشاشتهم بعين الاعتبار في القرارات التي تدرس وتانياً يعني الوصول إلى التمويل كان هناك قرار مثلاً بالنسبة لجميع الدول بأن يأخذ بعين الاعتبار يعني مصالح النساء في التمويلات الخاصة يعني بمواجهات لهشاشة تجاه تغيرات المناخية إلى آخره ولكن نحن نعلم بأنه يعني في العالم بأسره ليس فقط في المغرب أو في الدول الإفريقية ليست هناك عدة يعني معلومات دقيقة أو إحصائيات دقيقة خاصة بالنساء نجد دراسات يعني حول التغيرات المناخية آتارها على الفلاحة على المياه إلى آخره ولكن قليلاً ما نجد هذه الإحصائيات يعني بالتحديد ما تواجه النساء من مصاعب لذا نادت الدول النامية مثلاً المجتمع الدولي بأن تكون هناك تمويلات خاصة من أجل يعني الاتخاذ الإجراءات الخاصة بالحد من تغير المناخ وأتري على النساء جيد سنعود لتفاصيل أخرى معك سيدة رجاء شفيل ولكن دعيني أنتقل لسيدة لبابا المرأة والتغيرات المناخية أي تعلاقة اليوم نتحدث عن الكوب 28 بحضور المرأة القوي جداً في هذا المؤتمر لكن نتساءل أي تعلاقة تربط تغيرات المناخية بالمرأة بالنسبة للعلاقة التي تربط تغيرات المناخية بالمرأة فهي علاقة سببية وعلاقة ترابطية نلاحظ أن المرأة عانت عبر عصور من عدة تحديات سواء تحديات اجتماعية اقتصادية تقافية لكن حالياً وجدنا أننا أمام تحدي كبير في عصرنا الحالي وهو تأثير تغيرات المناخية على المرأة وكذلك لمساواة من ناحية الوصول إلى الموارد الطبيعية شكلت كوب 28 صراحة فرصة للتحدث ولرفع المعاناة دي المرأة سواء المرأة المغربية أو المرأة على المستوى الدولي كما كان لدينا ورشاء مع الدكتورة الرجاء على مستوى كوب 28 بحيث نولنا الموضوع النوع مع تغيرات المناخية وكانت هناك دراسة دي المركز الكفاءات على أن المرأة هي أقل مشاركة في القرار المناخي وكذلك الفئة النساء هي الأكثر تضرراً بأثر تغيرات المناخية سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإفريقي بكون إفريقيا هي أكثر تعرضاً للتأثر المناخي بالنسبة للقرارات أو الاستراتيجيات الآن متبعة على المستوى الدولي أو المستوى الوطني نلاحظ أن هناك وجود أو تقصير في إعطاء ضوء على النوع الاجتماعي وتخصيص فقارات لمعاناة المرأة مع التغيرات المناخية من حيث على المستوى الصحة أو على سبول العيش نلاحظ كذلك تأثر المرأة والفتاة بالنسبة للجفاف وندرة المياه كما نرى أن البارحة تم التطريح بالنسبة للوزير أن هناك نحن مقبلون على سنة أخرى من سنة خامسة من الجفاف والأكثر تضرراً وتأثراً هي المرأة لكونها تشتغل في المجل الزراعي والمجل الفلاحي رغم أنه أحيانا تكون تشتغل بدون مرضودية هي فقط تعين العائلة وتعين أفراد أسرتها طيب أستاذ البابا يعني العوامل التي تساهم في هذه الوضعية بخصوص المرأة بالنسبة تحديد المرأة القروية يعني وضعيتها اليوم وضعية المرأة القروية اليوم المرأة القروية تعاني ولكن لا تعلم مما تعاني اليوم عندما نجلس أو نتحدث مع المرأة القروية الحالية فهي تعاني من ضعف تراجع الإنتاج ولكن هي لا تعلم بالإشكالية ديالتغيرات المناخية إذن واجب علينا اليوم تقوية قدرات النساء في المجال القراوي وتعرفين بإشكالية التغيرات المناخية وكذلك تنزيل استراتيجية تهم العالم القراوي بهدف إرساء حكامة مناخية للتصدي والصمود للتغيرات المناخية خاصة عند النساء القروية جيد أستاذة رجاء بحكم ترأسكم لأهم مؤسسة بالمملكة تعنى بشؤون تغيرات المناخية من داخل مركز الكفاءات للتغيرات المناخية كيف تتأثر نساء في المغرب من أثار تغيرات المناخية حسب إحصائيتكم هي في الحقيقة نساء تتأثر في المغرب يعني بعدة أشكال أولا كما قالت الأستاذة لوبابا يعني المرأة القروية بالخصوص هي التي تهتم بجلب الماء هي التي تهتم بجلب الحطاب ما شاهدتها في المغرب حتى في الدول الإفريقية هي التي تهتم بالأطفال إلى آخره أولا من اللي ينقص يعني بسبب الجفاف مثلا الماء كان عرفوا بأن النساء تيمشي كيلومترات وكيلومترات وتتبعد عليهم المسافة للنساء ولا الفتيات والفتيات يعني في أغلب الأحيان في الدول الإفريقية تيخرجوا تيغادروا المدرسة من أجل مساعدة الأهل في جلب المياه إلى آخره تانيا يعني الجفاف كي يأثر على المحصول الزراعي ويعني نعرف بأن المرأة في العالم القراوي وأنها تشتغل في البيت ولكن تشتغل في الحقل وملك المحصول الزراعي إما ما تيبقاش عندها عمل سواء كان براتب أو من غير راتب وتانيا ما تيبقاش عندها يعني ذاك القوت اليومي اللي كتكون كتحصل عليه صحيح مما يجعلها في صعوبة ثالثا خلال الكوارث المناخية نحن كنعرف بأنه مثلا بحكم أن النساء خاصة في العالم القراوي ما تيشتغلوش كتير مني تدجي لقدر الله شي كاريتا طبيعية كاريتا مناخية كالفيضانات مثلا كتوجد المرأة نفسها ولو ما كيكونش عندها قوة بدنية كبيرة بحل قوة ديال الراجل ما كتوجد راسها يعني أما صعب لإنقاذ نفسها ولإنقاذ بقية العائلة الأطفال خاصة وهذا كيجعلها في صعوبة هذا الشيء لاش يعني يعني الإحصائيات الدولية كتقول بأنه يعني 80% من المتضررين من جراء التغييرات المناخية هنا من النساء معها لأسف طيب نبقى دائما في المرأة القروية وستدهلوا بابا يعني في وهل ممكن أن تقربين بالعلاقة السببية والتغييرات البناخية ومعاناة النساء لأن في الحقيقة سيدات في العالم القروي يعانين كثيرا مقارنة بالمرأة داخل المدار الحضاري ولماذا خصصة محور خاص لنساء بمؤتمر الأطراف أول مرة تم تخصيص تخصيص يوم للنوع الاجتماعي والمناخ كانت من توصية الكوب 17 اللي كانت في ديربان في جنوب إفريقيا بعدها في الكوب 18 اللي كانت في قطر تم تخصيص يوم للمرأة يوم يكالمي له للمرأة والتغيرات المناخية ولكن للأسف نحن نلاحظ الآن من الكوب 18 إلى الآن نحن في الكوب 28 ولكن لازلت المرأة تعاني من أثر تغيرات المناخية وما زلنا نترافع وما زلنا ننتظر برامج خاصة للمرأة من أجل الصمود وكذلك التكيف مع أثر تغيرات المناخية على المستوى وخاصة في العالم القراوي إذا أردنا أن نتحدث عن المرأة المغربية كما قلت سابقا أن المرأة المغربية تعاني وعندما نجلس مع المرأة المغربية نجدها أن تعاني ولكن لا علم لها ما هي تغيرات المناخية ماذا نعيش حاليا وماذا يقع هذا هو التساؤل الذي يطرح إذن علينا نحن اليوم كمجتمع مدني ماذا يلزم؟ ماذا يلزم؟ ماذا يلزم أن المرأة القراوية لم تدرك بعد وضعية حالية ماذا يلزم؟ يلزم تعريف 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 الاستماع بما أننا نحن الآن في مغرب التنمية ومغرب التقدم يجب التشارك والاستماع إلى النساء وكذلك إشراكهن في القرار ورفع التوصيل ديالهم أو القرار ديالهم إلى الفاعلين الحكوميين من أجل بلورات سياسات عموية والاستراتيجية تهتم بالنساء والتغيرات المناخية الآن التغيرات المناخية أصبحت تشكل خطر إذن بدأنا نلاحظ أن الآتر تتفقم سنة بعد سنة كما ذكرت أن البارحة خارج الوزير أننا نعاني الآن من السنة الخامسة من الجافف وأن المورد المائي الآن في نقص ونحن على إشكالية مقبلة ومن يتضرر تتضرر المرأة القروية التي تتمد على الزراعة تتمد على الأرض كما قلت أنها أحيانا ليس لها دخل ولكن هي معيلة لزوجها معيلة لعائلتها الفتيات التي يتركنا دراسة من أجل جلب المياه أو من أجل مساعدة الأم وكذلك في إطر هذا الضرف يديل التغيرات المناخية طيب أستاذ الشفيل يعني خلال إشرافكم على تنظيم عدد من اللقاءات الهمة بالمؤتمر الآخر في دبي كيف كانت حصيلة أرشيطتكم بخصوص موضوع النساء كاستشراف ربما شكراً بالنسبة للمشاركة المركز الكفاءات للتغير المناخي في المغرب في كوب 28 الحمد لله كانت لدينا واحد المشاركة قوية فيها أكثر من عشر يعني اجتماع ورشات عمل منها ورشات عمل خاصة بالنساء علاقة بتأثيرهن بإشكالية تغير المناخ الآن يعني الواقع الحالي الآن على الصحي الدولي هو أن كما قالت الأستاذة لبابا ليست هناك مشاركة كتيفة للنساء في اتخاذ القرار بشأن تغير المناخ صحيح فمثلاً نعطي بعض الأرقام مثلاً هذه أرقام يعني جاءت بها جمعية الأمم المتحدة هو أنه أولاً عشرين في المئة فقط من الوفود الدول يعني الوفود اللي كتشارك في مؤتمر الأطراف في المناخ العشرين وفد فقط اللي يعني تقوده نساء الثاني ملاحظة هو أنه فهذا الوفود كيكون ما بين خمسة وعشرين حتى الثلاثين فقط في المئة من النساء وغالباً ما تكونش عندهم يعني دور ريادي داخل الوفد تكونوا فقط للمساعدة إلى آخره نحن نحن في مركز الكفاءة التغير المناخي من أجل معالجة هذه الإشكالية قمنا بعدة يعني أشياء أولها أننا كما بما أننا لاحظنا بأنه مثلاً في إفريقيا ليست هناك خبيرات عديدات في مجال تغير المناخ هناك نساء قليلات فقط اللي هما يعني عندهم خبرة في مجال تغير المناخ قمنا بما سميناه بالأكاديمية الإفريقية للمناخ منذ أربع سنوات هذه الأكاديمية يعني كان كون فيها شباب أفارقة من أكثر من 35 دولة فيهم 55% من النساء نحن أخذنا يعني قرار باش تكون الفتيات أكثر من الفتيان في هذا التكوين في إطار الأكاديمية الإفريقية للمناخ اللي هي بالمجان واللي كتكون بتكوين خبراء شباب من أجل مساعدة البلدانهم في يعني اتخاذ القرار وأيضا في السياسة لحد من تغير المناخ ثانيا كما ذكرت السيدة لوبابا في الكوب 28 قدمنا دراسة اللي قمنا بها حول مدى أخذ إشكالية تغيرات المناخ وأطارها على النساء في المغرب وأيضا في إفريقيا من خلال يعني إعداد التقارير الوطنية من خلال يعني القرارات التي تتخذ في شأن مواجهة لها شاشة إلى أخير وعطينا يعني بعض المعلومات من أجل تحسين يعني ظهور المرأة في هذه القرارات يعني يعني طيب نعم تفضلي تفضلي أستاذ رجال نعم الثالث شيء هو أننا يعني بمناسبة 8 مارس ديال هذا السنة لكنا جمعنا واحد مايو قارب 120 مرأة من يعني صاحبات القرار في المغرب يعني من هنا مديرات مركزيات من هنا مديرات عامات من هنا يعني نساء مقاولات نساء منتحبات إلى آخره وهذا مجموعة النساء اللي يجمعهم مركز الكفاءات التغير المناخي في المغرب في مناسبة 8 مارس قمنا بتكوين نادي النساء من أجل مواجهة التغير المناخية الكلب دي فارما فوري تي كونتر لشانجمو كليماتيك وهذا يعني هذا النادي غد يكون يعني للحوار في شأن اتخاذ القرار في شأن كيف يمكن أن نأخذ بعين الاعتبار يعني تضرر النساء من تغير المناخية من أجل تبادل الأفكار إلى أفكار طيب غدين نرجع معك أستاذ اللوبابا حول المؤتمر الأطراف في دبي وخلال حضركم هذه الفاعليات أين تجلت دعني أقول يعني مجهودات الدول وخصوصا المملكة المغربية في التعاطي مع هذه الظاهرة ديال تغيرات المناخية وعلاقة بالمرأة وكيف ترين في المستقبل تمكين النساء من مواجهة هذه التغيرات المناخية بالنسبة على مستوى مشاركة المرأة أو حضور المرأة حسب المملكة المغربية إذن في اليوم النوع الاجتماعي طبعا تم تخصيص في رواق المغرب يوم من أجل تدارس وضعية المرأة والتكلم عن المرأة المغربية في ضرف التغيرات المناخية إلا أننا ما زالنا ننتظر تمكين أكثر للمرأة لمواجهة التغيرات المناخية إشراك نساء الفاعلات سواء في المجتمع المدني أو في المؤسسات العمومية إعطائهنا فرصة أكثر من أجل التعبير عن القرار ديالهم وكذلك إشراكهنا في صنع القرار على المستوى الوطني إذا أردنا أن نتحدث أن المرأة الآن ما زالت تعاني حتى من عنف المشاركة أو التعبير عن رأيها في بعض المجالات خاصة في التغيرات المناخية ما زالنا أننا لم نصل إلى المساواة التي ننتظرها والمشاركة المرأة التي ننتظرها رغم الحمد لله الآن نحن غادي وضعية مباشرة وضعية ومباشرة بالخير إن شاء الله وبالنسبة لتمكين المرأة مستقبلا في إطار الإشكالية التغير المناخية صراحة نحن في انتدار سواء قرارات على المستوى الدولي أو استراتيجية دولية التي يتم تنزيلها على المستوى الوطني من أجل تشجيع المشاركة أكثر دي المرأة وتمكنها من صنع القرار تممكنها من اتخاذ القرار تممكنها من الدفاع عن وضعيتها في دل التغيرات المناخية حتى نلاحظ أن بالنسبة لاتفاقية باريس التي يعمل بها على مستوى الاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية هناك فقط تطرق للنوع الاجتماعي فقط في ديباجة في الأول ديال الاتفاقية إذا لاحظنا أن البنود الاتفاقية هي تشمل جميع التخفيف والتكييف وكذلك تعود على الخسائر ولكن لا نراها بالمنظور مقاربة النوع والنوع الاجتماعي إذن نحن نطمح المستقبلا أن تكون هناك اتفاقيات وستراتيجيات لصالح المرأة والمرأة المغربية إن شاء الله طيب أستاذ دكتور شفيل ما هي التحديات المقبلة في ظل تسارع تغيرات المناخية هي في الحقيقة أنا إلا كين شيء توصية ممكن أن آتي بها في آخر هذا البرنامج هو أن تكون عندنا في المغرب يعني كما قلت في البداية إحصائيات خاصة بالمرأة ومعاناتها من إشكالية تغير المناخ الآن نتكلم عن سنة خامسة للجفاف نحن في الموسم الفلاحي ليست هناك أمطار يعني مع الأسف الشديد نحن ماشيين مع الأسف يعني في سنة الأخرى من الجفاف يعني باش تكون عندنا واحد إحصائيات خاصة بمعاناة المرأة كيف تعمل مثلا إلا عمنا دراسة حول نقص المرضود الفلاحي مثلا بسبب الجفاف كيف يعني نرى تضرر المرأة من نقص المرضود الفلاحي كيف نرى يعني ما هي الإحصائيات لتضرر المرأة مثلا في المغرب يعني إحصائيات دقيقة المشي فقط نوعية ولكن كمية يعني كم من النساء في المغرب تتضرر من قلة المياه كم تتضرر من قلة محصود الزراعي يعني حين يكون هناك جفاف كم تتضرر مثلا من إشكاليات يعني الكوارث المناخية إلى آخره طيب دكتورة رجاء شفيل نحن أمام هذه الوضعية المزرية واللي ليس فقط في المغرب ولكن هي ظاهرة عالمية لتغيرات المناخية ندرات المياه اليوم يعني توصيتك للمرأة المغربية يعني شنو هي التوصية في هذا المجال أنا أولا توصية توعية ربما أنا أدقق على التوعية توعية المرأة بالوضعية الحالية أولا يعني هذه توصية لجميع المسؤولين والمسؤولات المرأة التي تتضرر أولا كما قلت يعني التوعية تحسيس الإخبار الإعلام يعني بجميع اللغات بالأمازيغية بالدارجة بالعربية بجميع اللغات التي توصل الساكنة يعني التي تعاني من تغير المناخ ثانيا يعني إشراك المرأة أكثر في اتخاذ القرار عامة وفي اتخاذ القرار خاصة فيما يتعلق بسياسات المناخية لأن لازم باش تكون عندنا نظرة الرجل ونظرة المرأة المرأة صحيح وكتكون أقرب من مشاكل المرأة وكتكون كتعرفها أكثر طيب فما ماذا بنا يكون يعني أكثر من نساء في مركز اتخاذ القرار علاقة إشكالية تغير المناخ ممتنة لك دكتورة رجاء شفيل مديرة مركز الكفاءات في مجال تغير المناخ شكرا نورتيني ممتنة لك على قبول دعوة برنامج مجتمع التحدي شكرا جزيلا لك سيدتي مرحبا شكرا مرحبا الشكر أيضا لك سيدة لبابة الخراز خبيرة في الحوكم المناخ عضوة المجتمع المدني المغربي للبرلمان المنفتح شكرا نورتيني بحضور شكرا لكم سيدة خديجة شكرا نورتيني شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة شكرا لفريق العمل وأنا على وعد اللقاء بكم يوم الاثنين وتحدي جديد مع كامل عبت اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة